مع شوية أرقام وإحصائيات كالعادة كده لابو صلاح كل التفاصيل في الفيديو ده بس تابع معايا للنهاية ولكن في البداية أنا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية توج النجم محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مواجهة الريدز وضيفه وستهام يونايتد واللي أقيمت مسائل أحد 24-9-2023 في الدورة الإنجليزي الممتاز وأعلنت رابطة البريمير ليج عن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب اختيارات الجماهير اللي وصل عددها حوالي 60 ألف مشجع وحصل محمد صلاح على نسبة أصوات بلغت 57.8% من المشاركين في استفتاء أفضل لاعب متفوق بفارق كبير عن داروين نونس أقرب منافسي بحصوله على 21.9% من أصوات المشجعين وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على نظيره وستهام بتلت أهداف مقابل هدف في المباراة اللي أقيمت على استاد أنفل ضمن منافسات الجولة السادة من مسابقة الدورة الإنجليزي الممتاز 2023-2024 والله أحرز النجم صلاح الهدف الأول عن طريق ضرب الجزاء في ديئة 16 من زمن المباراة وبكده محمد صلاح أصبح خامس لاعب يسجل أو يصنع هدف في كل من المباراة الستة الأولى بعد ديفيد بيكهام مع مانشستر ونايتد عام 2001 تيري أوري مع أرسنال عام 2004-2005 وسيرجو أجويرو مع مانشستر سيتي في عام 2019-2020 وهلند مع مانشستر سيتي 2022-2023 وبرضو كده يكون صلاح سجل 10 أهداف في مرمى واستهام بجميع المسابقة مع الليفربول عشان يعاد الرقم أسطورة الريدز جونت وشاك كأكتر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في شباك الهامرز بعشر أهداف نهدي وستهام يونيتد هو ثالث أكتر الأندية اللي يسجل في شباكها صلاح بعد مانشستر يونيتد 12 هدف والستة 11 هدف وكمان وكمان صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ البريمير ليج يسهم تهدفياً سواء بالتسجيل أو بالصناعة في 12 مباراة على التوالي في مناسبتين في مسيرتين الأولى لما ساهم في هز الشباك في 15 مباراة على التوالي عام 2021 ولسه الأرقام والإحصائيات بتلاحق صلاح مع كل مباراة يلعبها ويسجل فيها أو يصنع فيها كل التوفيق للنجم المصر محمد صلاح أتمنى أن الفيديو يكون عجب حضرتكم وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة أنا بدعوك بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا وشكرا للجميع اشتركوا في القناة